حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع عبيد سانوط يحدث عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة من أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى لها حثنا سفيان بن عوينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن عبيد سانوط عن خولة أنها سمعت حمزة يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا فقالا إن الدنيا حلوة خضرة ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار شكرا